القراءة يعني انا شايفة للبعض يعني كتير ظاهر عندي منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهر عندي منفصلين انت في توضع انفصال يا برج السرطان انت بتفكر في الشريك جدا بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه يفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو الانتصال ده حصل كمان ممكن يكون كان فيه مشادات كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه يعني آآ كلام حاد بمعنى اصحة في غضب فيه كلام حاد آآ فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته وآآ فيه ندم كبير فيه زعل آآ فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه آآ فيه آآ آآ زعل على على ذكريات آآ انت والطرف التاني آآ يعني زيلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلته البعض ده للبعض منك طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهره قدامي في وقت الحالي آآ بعضكم يعني ممكن يكون خصل العلاقة ثلاثية او في اطراف تانية تدخلت فالالاقة آآ انا فالالاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية آآ طرف الثالث عاطفي بشكل واضح عشان اكون صريحة معاكم لا مش طرف تالث عاطفي بشكل واضح لكن فيه طرف تالي ممكن يكون الاهل ممكن يكون الاهل تدخلو آآ ممكن يكون كمان لبعضكم اه حصل نقل كلام ليك او للشريك. الكلام ده كان اه يعني عن طريق اه مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل اه يعني في امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيط. في حد منكم طيب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلان وهو حزين وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصور ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد بنمشي من العلاقة سواء انت او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. اه ماشي زعلان وحزين وندمين على حاجات كتير. ندمين على حب على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقولي العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مصطها قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده نسي في حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان. ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسد. آآ آآ وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي يعني عاوز تدي وشي تاني خالص وتباين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة همود عندك آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع آآ في رجوع آآ في رجوع في حب متبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ آآ تواصل تاني في الفترة اللي جاية آآ هيحصل آآ 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 رجوع بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طالع لك آآ يا برج السرطون احسن آآ كرت في العلاقات العاطفية اللي هو التين وفينت كمان تين وفينت كرت ده عراقة نكحة مستقرة آآ فيها بكتب آآ ماضي سيء وشاق جدا كان فيه مسيعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضوكم كان عندكم مشاكل مدية في العلاقة دي كمان آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضوكم آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون يديك اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ 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 يعني هيامل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل يعني انت مش تعمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح آآ لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في الصفر يعني انت في صفر او هو آآ في حد آآ فيكو مسافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ لصفر آآ ومشي لصفر ممكن صفر ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ ايه لاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد آآ الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي فيه رجوع لشخص من من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكم آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة زي من تاني على قد ما الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واتقاب وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في التارو آآ موجودة في في الكراءة دي فعني انت هو هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن يكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط بشخص معين يعني في شخص مع معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكم ارتباط قريب ان شاء الله يحفظ خطوبة وكمان الشخص ده بيحبك فيه خطوبة وفيه ارتباط وفيه زواج آآ بعضكم والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بينسبلك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حد آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة آآ للبعض منك اللي لو ضد للمنفصلين بواجه عام انا القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل القراءة للعزبين لوحدهم نشوف في ارتباط في الفترة اللي جاية او في حبة او في علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عامة او في رجوع آآ في اشخاص هترجع من سفر او انت هتسافر لحد يا برج السرطان آآ في رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عزبين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جيدة آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجع لك شخص آآ انتو كنت تعرفوا بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بتاعك جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العكسية النصيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعدكم انا شايفك تعبان جدا ما بتنامش آآ آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكم انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك تبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكم عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او ما خليك آآ آآ يعني مش عارف تنين آآ آآ ممكن كمان تكون العلاقة السلبية اللي انا شفتها آآ لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان في حاجة نقطاك آآ لكن استقرار آآ آآ نقدر نقول عليه آآ كويس كويس الحد يعني الى حد الماء لحد الماء كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ حاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ آآ يكون آآ 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 اكبر منك او يكون حد كبير في ليلة او يكون آآ آآ يعني آآ آآ حد بتصد فيه او آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تتمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده عقل مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف آآ محتار بين حاجتين ومش قادر يفتار ومش قادر يقرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد آآ يكون عنده حكمة يكون عنده آآ آآ يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور آآ حد يكون من العيلة كمان آآ ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بيها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي آآ الكراءة انتهت آآ نوعا ما ايجابية آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنتوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا للمتابعة برج السرطاء اشتركوا في القناة